نروح بقى لماتش النهاردة بين النادي الاهلي وغزل محل قبل ما نتكلم في المباراة تعالوا نطمن على آخر الأجواء في فندق اللقامة من زميلنا في قناة النادي الاهلي محمد توفيق ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى تفضل يا محمد سهلا الخير كابتن عيمة تحطر حضراتكم كل مشاهدة ومتابعة قناة النادي الاهلي في كل مكان يتجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات الاستوديو التحليلي وبراءة النادي الاهلي وغزل المحلة في إطار مباراة الجولة السادسة من الدولة للمصر الممتاز يمكن مباراة قوية جدا ما بين النادي الاهلي متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة ووصيفه فريق غزل المحلة برصيد 10 نقاط كل الأجواء هنا أكثر من رائع يمكن النادي الاهلي ولأول مرة يعني بيعمل معسكر المباراة اللي هتكون في المحلة بإذن الله هنا في محافظة كفر الشيخ استقبال أكثر من رائع من كل جماهير كفر الشيخ بالطبع كل حركة عرفة كابتن أيمن إنها محافظة أهلوية بشكل تام يمكن الفريق استعد بشكل جيد لهذه المباراة المهمة يمكن كان فيه تدريب أخير بالأمس فيه تمام الواحدة زهرا كانت تدريب قوي جدا سبقوا بالطبع موحضرة بالفيديو أجراها المدير الفني فريق مارس الكولر كنت تكلم في أهم مع اللاعبين عن أهم الجوانب الفنية والخططية خلال الفترة الماضية وكمان مباراة اليوم تبعها على طول المران الأخير وكمان قوي جدا بدأ ببعض التدريبات البدنية ومن بعدها تدريبات الكورة والجوانب الخططية والفنية من بعدها على طول أعلن جهاز الفني قايمة من 21 لعب توجهت فيه تمام الثالثة عصرا إلى هنا إلى محافظة كفر الشيخ يمكن الفريق وصل فيه تمام الخامسة والنصف ومن بعدها يمكن الفريق خلط للراحة ويتناول وجبة العشاء ومن بعدها جميع اللاعبين انتزموا غرفهم ويستعدادا ليه المباراة المهمة يمكن الفريق كمان النهاردة يومه بدأ بدري جدا ببقى فيه فترة أنشطة أو إحمقات خفيفة يوم الموارسة بحديكات فيه تمام العشرة والنصف صباحا ومن بعدها كان الغداء فيه تمام الوحدة فهذه الأثناء يتم وضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة والمحاضرة الفنية الأخيرة ومن بعدها ان شاء الله التحرك لمدينة المحل اللي بتبعد هنا من فندق الموجود فيه محافظة كفر الشيخ إلى ملعب المراني مش أكتر من 30 ديئة كابتل أيمن كل أجواء زي ما انطلق أكثر من رائعة نشكر جماهير كفر الشيخ على استقبالها الرائع والأجواء الرائعة اللي عامنينها للنادي الأهل هنا وخلال إقامته ومعسكر ليلة المباراة في محافظة كفر الشيخ يعني كل التمنيات للنادي الأهل إن شاء الله بأداء مباراة كبيرة لي باسمه جماهيره المتعطشة للفوز في كل مكان لحظ العلامة كاملة والوصول بإذن الله للنقطة 15 والتربع على صدارة الدوري بإذن الله كل توفيه للنادي الأهل كابتل أيمن ودائما النادي الأهل يبقى في المقدمة شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيه ممكن نطمن على الأجواء